بسم الله الرحمن الرحيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولاكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم فعفوء فليستجيبوا لي وليؤون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فبهذه المناسبة الكريمة المعطرة بالنفحات الإلهية ومع مطلع شهر رمضان المبارك يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة وأصدقها إلى سيادتكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وإلى الشعب المصري كافة وإلى الأمة الإسلامية والعربية ملوكًا وأمراءً ورؤساءً وقادةً وشعوبًا في مشارق الأرض ومغاربها سائلًا للمولى سبحانه وضارعًا إليه أن يُلهم الإنسانية جمعًا أن يُلهمها رُشدها وأن يُعيد إليها صوابها وعقلانيَّتها وأن يمنَّ على عباده بالأمن والأمان واليمن والخير والبركات هذا وإنَّ من بشائر الأمل والفأل الحسن أن تتزامن الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك من عام 444 بعد الألف من الهجرة مع افتتاح صرحين عملاقين هما هذا المسجد الكبير ومركز مصر الثقافي الإسلامي في رمزٍ يُشير إلى تعانُق العبادة والعلم والمعرفة في الإسلام تعانُقًا لا فكاك لأحدٍ منها عن الآخر وأن العلم النافع في الإسلام والذي يُنجي صاحبه يوم القيامة هو العلم الذي قُصِد به وجه الله ونفع الإنسان وأن ما خرج عن هذه الغاية ضلالٌ وضياع كما أن العبادة التي لا ترتبط بهذا الهدف النبيل هي هباءٌ في مهب الريح وحسبُنا في هذا التنظير بين علمٍ وعلمٍ وعبادةٍ وعبادة قولُه تعالى أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ذِشَاوَةِ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ مما يدلُّنا ويدلُّنا معه أيضًا تاريخ العلم المعاصر من أن العلم سلاحٌ ذوح الدين وأن من العلم علمًا يكون هلاكًا ودمارًا للبشرية وافتقارًا وجوعًا لأبنائها كما يدلُّنا على ذلك أيضًا ما يُنبِّهُنا إليه القرآن الكريم من أن أول رُقْنٍ من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إنما يستنِدُ هذا الرُّقْنُ الأول إلى العلم والعلم وحده لا للتسليم المجرد أو التقليد الأعمى الذي لا نظر معه ولا تدبُّر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلَّبَكم ومثواكم لم يقل فسلِّم أو فاعتقد أنه لا إله إلا الله بل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله الحفل الكريم إن هذا الشهر الكريم الذي نستفتح بساعاته الأولى صيامنا وعبادتنا وتلاوتنا للقرآن الكريم فُرِض في السنة الثانية للهجرة بالمدينة المنورة قبل فرد الزكاة رغم أنه يُذكر دائماً بعدها في عد أركان الإسلام وتفسير ذلك فيما يقول العلماء أن الصوم لما كان أشدَّ أركان الإسلام مشقَّةً على النفس كان من المناسب في الحكمة الإلهية أن يبدأ ترتيب الأركان أولاً بالأخف مشقَّةً وهو الصلاة ثم يُسنِّي بالزكاة لأن مشقَّتها وسطٌ بين مشقَّة الصلاة والصوم ثم يُثلِّثُ بالفريضة الأشق وهي صوم رمضان ومشقَّة الصوم تنبُع من فلسفة الترك والترفع والاستغناء التي تدور عليها أبعاد هذه الفريضة من الامتناع عن لذائذ النفس وشهواتها ثم من ابتعادها عن رذيلة الرياء والمتعة التي قد يشعُر بها المتعبِّد بالفرائد الأخرى والتي للنفس وحضوظها منها نصيبٌ يقلُّ أو يكثر وفي الصوم تشبُّهٌ بصفةٍ من صفات الله تعالى قدر ما تطيقه الطاقة البشرية أو الطبيعة البشرية وهي الاستغناء عن الطعام والشراب فالصائمُ بهذا الاستغناء كأنه يعبدُ ربَّه بصفةٍ من صفاته تعالى وممن فرد به الصوم عن سائر أركان الإسلام أنه لم يقع عبادةً لغير الله فلم يعرف في تاريخ الكفر والكفار أنهم عظَّموا أصنامهم بالصيام كما عظَّموها بالصلاة والزكاة والحج وللصوم خصوصيةٌ أخرى يتفرَّد بها وهي أن سائر العبادات تنقصُ باستفاء حقوق العباد ومظالمهم يوم القيامة ما عَدَى الصَّوم فإنه يبقى كاملًا موفورًا لصاحبه لا ينقصُ من قدره هذا الاقتصاص من الحقوق والمظالم أمام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب لذلك ولخصائص أخرى كثيرة للصوم يضيقُ المقامُ عن سردها اختصَ الله الصوم بانتسابه إليه وقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزِبه وحتى لا أطيل أتقدَّم مرةً أخرى لسيادتكم سيادة الرئيس وللحفل الكريم وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأطيب التهاني وأخلص الأمنيات بحلول هذا الشهر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة